تولي الدولة اهتماما كبيرا بالشباب فما بين تنفيذ برنامج رئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وعقد مؤتمرات دورية لشباب في مختلف المحافظات ومبادرة اسأل الرئيس لتحقيق التواصل بين القيادة السياسية والمواطنين تبقى اليهات لخلق جيل جديد قادر على القيادة خلال المرحلة المقبلة أربعة أعوام مرت على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئاسة في مصر شهدت خلالها البلد طفرة في المشروعات والبنية التحتية على أرض الواقع في نواحي المحروسة وخلال فترة رئاسته الأولى كان الشباب دوما على رأس أولويات الرئيس فمنذ عام 2015 قرر الرئيس سيسي أن يولي الشباب اهتماما كبيرا بهدف تكوين قاعدة شبابية قادرة على تولي المسؤولية السياسية والمجتمعية والإدارية في مصر وفي إطار هذا الاهتمام قررت الدولة بدعم الرئاسي تنفيذ البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة حيث يهدف البرنامج إلى رفع مستويات الوعي السياسي والثقافي من خلال أعطاء صورة شاملة عن النظم السياسية والحكومية ونظم إدارة المؤسسات وتهيئة الشباب لتولي مناصب قيادية البرنامج يتبع أحدث النظريات في الإدارة والتخطيط العلمي والعملي والتي يتم تدرسها للشباب عبر دفعات يتم تخرجها على مدار السنوات ويتجل اهتمام الرئيس بشريحة الشباب الذين يشكلون أكثر من 66% من عدد سكان مصر في تخصيص عام 2016 عاما للشباب وتنظيم عدة مؤتمرات قومية للشباب في شرم الشيخ خلال أكتوبر 2016 كما عقيد مؤتمر بالقاهرة خلال ديسمبر 2016 وآخر في أسوان خلال ينهر 2017 وفي إبريل 2017 بالإسماهلية وكذلك مؤتمر الشباب في الإسكندرية خلال نحاية شهر يوليو من العام الماضي والذي دعا فيه شباب مصر لعقد منتدى لشباب العالم ودعوتهم لحضوره لتبادل نقاش الجاد وصيغة رسالة السلام والمحبة مع مختلف الثقافات من شباب الدول الأخرى المشاركة ويعد المنتدى الخامس للشباب الذي عقد في 16 مايو الماضي آخر هذه المؤتمرات التي شهدها الرئيس السيسي واجب فيه عن تساؤلات المواطنين ونقش خلاله قضايا الشباب واجه إليهم رسائل متعددة كما تعد الأولى منذ توليه فترة الرئاسة الثانية ولعلى أبرز فعليات مؤتمرات الشباب كانت مبادرات إسال الرئيس التي مثلت جسرا حقيقيا للتواصل بين الرئيس السيسي والمواطنين لا سيما الشباب مبادرة هذا المؤتمر أتت بشكل مختلف حيث ستكون الأسئلة موجهة من شباب جامعة مصر إلى الرئيس السيسي وذلك في إطار المؤتمر الوطني السادس للشباب حرص دائم من الرئيس السيسي في كل المناسبات على مدر الأربعة أعوام السابقة على إبرز دور الشباب ودعمهم وتأهيلهم لتولي القيادة خلال الفترة المقبلة